في رمضان وتحديداً سنة مئة وستين من الهجرة في مدينة القيروان ولد الإمام سحنون وهو أبو سعيد عبد السلام سحنون ابن سعيد بن حبيب وهو من أشهر فقهاء المالكية بالمغرب العربي وقد رحل إلى المشرق طالباً للعلم سنة مئة وثمان وثمانين فزار مصر والشام والحجاز وتتلمذ على أكبر علمائها ثم عاد إلى القيروان سنة مئة وواحد وتسعين وعمل على نشر المذهب المالكي ليصبح بذلك المذهب الأكثر انتشاراً في إفريقية والأندلس وقد تولى القضاء سنة مئتين وأربعة وثلاثين حتى وفاته في رجب سنة مئتين وأربعين ودفن بالقيروان موسيقى موسيقى